بسم الله والصلاة والسلامة والرسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الجزء الثاني عشر من الدرس الثاني بارت 12 شابتر 2 بعنوان drawing a curve of given radius to touch two circles inside the radius سوف نشرح كيفية رسم drawing a curve of given radius رسم gos عندك ماطع نص القطر بتاعه to touch two circles ولكن هنا inside the radius يعني الgoes ده حيكون داخل الدائرة اول حاجة اللي يجب نعرفها انه المسافة بين المركز الاول والمركز الثاني بتاع الدائرة هذي والدائرة هذي هو ايه؟ هو r2 نقص r1 ايه الر2؟ الر2 هي radius بتاع الدائرة اللي برها والr1 هي radius بتاع الجوس اللي عايزين نرسمه يعني الدائرة اللي تيجي داخل الدائرة الكبيرة ليه اول معلومة لازم نعرفها؟ المسافة بين المركز c1 والمركز c2 هو r2 نقص r1 المعلومة الثانية هو انه المركز الاول والمركز الثاني c1 c2 and ونقطة التماس لازم يكونوا على نفس A نفس الخط the center of the two circles and tangent point must lie on the same straight line هنستعمل المعلومة دي عشان نرسم الجوس اللي هو يعمل تماس لدايرتين ولكن داخل الدايرتين internal tangent خلينا ناخد مثال هنا عندنا كمعطى الدائرة الاولى c1 وهنا عندنا كمعطى الدائرة c2 وعايزين نرسم ايه؟ عايزين نرسم جوس ده الجوس اللي عايزين نرسمه اللي هو عبارة على جزء من دائرة ولكن الدائرة هذي يكون داخلها الدائرة الاولى والدائرة الثانية لهذا السبب بنسميه ايه؟ بنسميه او بنسميه تماس داخلي internal tangent خلينا ناخد مثال هنا من الواقع ده نفس الشكل اللي شرحناه في الجزء الحادي عشر هذا بيعتبر ايه؟ بيعتبر تماث داخلي لانه التماس ده هو عبارة على جزء من دائرة عبارة على جزء من دائرة الدائرة دي بتحتوي الدائرة الصغيرة دي والدائرة دي يعني الدائرتين الدائرة واحد والدائرة اثنين هيكونوا داخل الدائرة الكبيرة ومن الدائرة الكبيرة هناخد الجزء اللي بنسميه تماث داخلي خلينا نبدأ في شرح الطريقة اللي حتى خلينا نرسم التماس الخارج هنا عندنا كمعطى given two circles يعني هذي الدائرة الاولى ده المركز بتاعها ده معطى وعندنا الر واحد اللي هو نص القطر بتاعها ناخذ مثال الر واحد عشرة مليمتر وده الدائرة الثانية ده المركز بتاعها معطى ونص القطر بتاعها الر اثنين خلينا ناخذ الر اثنين ثلاثين مليمتر اول خطوة هنعملها عشان نرسم القوس الداخلي بتاعنا هذا الجوز بتاعنا هو لازم نحدد ايه نحدد المركز بتاع الدايرة اللي هناخد منها الجوز ده ازاي هنحدد المركز ده هناخد الفرجار ونفتحه فتحه R ناجس R واحد ايه الار دي؟ الار هي الريديوس بتاع الجوز اللي نحن عايزين نرسمه ناخد مثال الار تساوي خمسين مليمتر خمسين مليمتر يعني هنا هنفتح الفرجار خمسين ناجس R واحد عشرة يعني هنفتحه 40 مليمتر ونروح نركز في المركز C1 ونفتح 40 مليمتر ونرسم الجوز بتاعنا ده بعدها هنروح للمركز C2 ونفتح الفرجار R ناجس R2 الار خمسين مليمتر ناجس R32 مليمتر بنتحصل على 20 مليمتر يعني نروح للC2 ونفتح مقدار 20 مليمتر ونرسم ايه؟ نرسم الجوز بتاعنا ده ونتحصل كده على نقطة التقاطع اللي هي بتمثل ايه؟ مركز التماس اللي عايزين نرسمه باجي ايه؟ باجي نحدد نجاة التماس مع الدواهر هنجيب المصطرة ونوصل بين النقطة C والنقطة C1 وكده نحدد نقطة التماس بتاعنا اللي هي تعتبر بداية الجوز اللي عايزين نرسمه نفس الشي نجيب المصطرة ونروح من ناحية التانية ونوصل بين C2 والنقطة C وكده حددنا ايه؟ نقطة التماس الثانية ونجيب الفرجار وروح نركز فين؟ بديه هنا هنركز في النقطة C وهنفتح الفرجار فتحة مقدارها كم؟ مقدارها R اللي هي ايه؟ 50 مليمتر ونرسم الجوز بتاعنا ده بين نقطة التماس الأولى ونقطة التماس الثانية وكده خلصنا رسم الجوز اللي هو يعتبر تماس خارجي لدائر دائرتين ترجمة نانسي قنقر